السؤال التاني من حساب خالد مصطفى بيقول السلام عليكم لو سمحت والدتي كانت تعبانة وهي بتعاني من مشكلة في القلب وكانت نادرة وكانت نادرة نادر لو ربنا شايل عنها هتتبع حاجة لله وهي لسه لغاية دلوقتي موفتش النادر فكل ما بتصحى من تعبها بترجع تتعب تاني ده ممكن يكون من الندر لا الكلام اللي انت قلته اللي هي نادرة ان هي ايه لما تفوق من العاية وانت بتقول لي كل ما بتخرج من العاية ما قلتش لما فوق من العاية ده كل ما بتفوق من العاية بتعية تاني يبقى ايا قالت اذا الله سبحانه وتعالى شفاني اذا الشرط الذي وضعته للنازل لم يتحقق بقى الا اذا قالت ازا ربنا شافاني من هذا التعب بعينه لكن ايا قالت لو ربنا شافاني يعني ربنا خلاني يقوم على رجلي وامشي تاني وعيش حياتي يبقى هي دلوقتي معلقاش حاجة لسه غاية دلوقتي معلقاش حاجة لو كانت قالت بقى لو انا قمت من التعب ده بعينه اللي هو المرض اللي هو في القلب ده اللي هو ده بعينه وبعدين جاء لها مرض تاني يبقى هي عليها ان هي توفى بالندر ده طب الشخص لو ما وفاش بالندر ده يحصلوا كل الحاجات دي لا 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 خالص والدة حضرتك ده ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها بابه من أبواب العطاية ده يا عند الله ده باب من أبواب النعم بينعم عليها سبحانه وتعالى بثواب عظيم فما تعودوش يقولوا ان المرض ده طيب والأنبياء مرضوا فالمرض ده مش عقاب بلاش نفكر كده المرض ده جاي عشان يخرج أحسن ما فينا يخرج ايه يخرج الصبر يخرج ايه يخرج الحكمة يخرج ايه إعادة التفكير في الحياة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات يقولي الألباب نفكر فلذلك ايه اللي حاصل لأ ده مش عقاب ولا حاجة وهي ممكن أصلا ما يكونش الشرط اللي هي وضعته للنزر يكون تحقق لأن ليس ما خفتش